اشتركوا في القناة كل ما هو جديد وادعو الله العلي القدير ان اكون وفقت في اختيار الاسئلة والاجوب الصحيحة والمفيدة لكم وان يستنفع منها الكثير من المربيين وخاصة الجدد والذين دائمين على الاسئلة والمتابعة وتنمية هوايتهم الجديدة حتى لا ينفروا منها ولا يبتعدوا عنها فطائر الكناري طائر رقيق الحواس قوي البنية قوي الغناء وان اهتممت به وراعيت حق الرعاية انتجت منه انتاجا مميزا فالمربي الهاوي يمكنه ان يخرج اجيال جميلة ومتطورة من هذا الطائر الجميل من ناحية السلالة واللون والبنية وحتى التغريد لطائر الكناري فالهاوي والمنتج لا يتوقف عند حد معين فالهاوي الصحيح اعتبره باحثا عن افضل الانواع ودائم الانتاج والتطور في الاجيال من طائر الكناري وحتى تصل لانتاج متطور كما فعلوا اخواننا الايرانيين حتى وصلوا لجيل متميز على مستوى العالم من ناحية الطول والرشاقة لجسم طائر الكناري بعد ان كان لديهم طائر الكناري كطائر بري عادي مثل عصفور الدويري الذي يعشش بين البيوت وهذا ما نسميه نحن المربيين بالتهجين بين طيور الكناري فاصبحوا يمتلكون اجمل وارشق واطول طائر كناري في العالم فان شاء الله هنا في هذا الفيديو سوف نتعرف على الكثير من الاسئلة الشائعة حول تربية طائر الكناري مع اضافات كثيرة توضح لكم كل شيء بدون استثناء لنسهل عليك اخي الكريم سهولة الفهم والاستفادة ان شاء الله فلا تنسوا مشاركة الفيديو لتعم الفائد على الجميع بارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء والاسئلة الشائعة حول تربية طائر الكناري والاجابة عليها السؤال الاول ما هو احسن الانواع لتربية الكناري اذا كنت مبتدئا ابدأ بطائر الكناري البلدي العادي ولا تتجه الى انواع اخرى اوروبية مثل اللانشير او اليوركشير او البرازيلة الانفتل او البدواني الانفتل او الهولندي الانفتل او النرويجي او الاجلوسر وغيرها من الانواع الكبيرة الحجم ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد ولا تنسوا مشاركة الفيديو لتعم الفائد على الجميع بارك الله فيكم والسؤال الثاني هل اربي كناري للتغريد ام لشكله الجميل ام للونه وهذا الاختيار يرجع لرغباتك الشخصية لكن من الصعب الحصول على مواصفات مكتملة بطائر واحد لكن ممكن احيانا ان تحصل على كناري بلدي مغرد بصورة جيدة ولونه جميل ليكون نقطة انطلاق للتعرف على باقي الانواع والسؤال الثالث هل يشترط ان ازاوج قيور الكناري واحصل على انتاج لا يشترط ابدا ذلك وكثيرا من الناس يحتفظ بطائر واحد او اثنين للاستماع بالتغريد الجميل والمهدئ للعصاب والذي يبعث على النفس الراحة والسكينة والتفكير بخلق الله عز وجل والسؤال الرابع هل اشتري جوز جاهز من السوق اي ذكر وانثى ام اشتري ذكر واحد يفضل شراء ذكر واحد مغرد جميل والتعرف على كيفية العناية والاهتمام به من ناحية الغذاء المناسب والاضاءة والتعود عن قرب عليه ومن ثم بعد فترة ممكن اختيار انثى جاهز له ولا تشتري زوج من السوق تحته بيض او فراخ لانه قد يكون مخشوش بنسبة مئة بالمئة والسؤال الخامس اين اضع الزوج وهل احتاج لغرفة خاصة بهم طبعا اكيد يجب ان يوضع اي طائر كناري سواء كان الزوج او ذكر واحد مغرد في مكان هادئ مرتفع نوعا ما وبعيدا عن الاطفال ويكون بدرجة حرارة معتدلة وبعيدا عن طيارة الهواء الباردة او الساخنة ولا يوضع بتاتا بمطبخ المنزل ويفضل ان يوضع الزوج في مكان يستطيع فيها المربي التحكم بدرجات الاضاءة المحيطة في المكان والسؤال السادس ماذا اقدم من اغذية اخرى غير الحبوب سواء للذكر او للزوج ودائما الكثرة مضرة لطائر الكناري ويفضل دائما ان تقدم كميات الحبوب بصورة مقنعة ويجب ان لا ترفع الحبوب لاي سبب مهما كان ومع ذلك ممكن تقديم البيض المسلوق جيدا بقشره اي بدون نزع القشور ومع اوراق الخضار الطازجة مثل الخس او الجرجير او البقلة او الرجلة وقطع صغيرة من التفاح بقشره لكن بدون بذوره والسؤال السابع كيف اتعرف على الطائر السليم قبل شرائه طبعا عيونه تكون براقة ولامعة طبعا عيونه تكون براقة ولامعة وغير خامل ويتحرك ويلعب بالقفص بحرية ومغردا وبصوت عال ان كان هذا ذكر وذيله وجناحيه مكتملان ولا يوجد ريش ساقط بارضية القفص واصابع رجليه سليمة ولا يوجد بها قشور وريشه نظيف بدون اوساخ ولا تنسوا اخواني الكرام الاعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد ان شاء الله والسؤال الثامن انا اضع الطائر بغرفة المعيشة او النوم فهل هذا يؤثر عليه الاهم هو توفير الامان والاطمئنان للطائر وابعاده عن متناول الاطفال واعطائه لا يقل عن عشر ساعات نوم يوميا في مكان معتم ويكون بشكل منتظم وليس بشكل عشوائي بالاضافة الى توفير جو صحي بعيدا عن روائح السقائر والاكل والبخور وخلافة والسؤال التاسع اذا اردت ان اكون ازواج من الكناري وانتج منهم فما هي الشروط الواجبة لذلك يجب في البداية ان تبدأ بزوج واحد بلدي ولمدة موسم واحد للتعود واكتساب الخبرة اللازمة من متابعة مكثفة لفيديوهاتنا الجديدة والمميزة ولا تنسى مشاهدة فيديوهاتنا السابقة على القناة قناة الهاوي فان نجحت بالموسم الاول من زوج واحد فباذن الله ممكن تكرار التجربة مع زوجين وثلاثة لكن بشروط توفير مكان معزول او غرفة خاصة لهم يتم التحكم فيها في درجات الحرارة والاضاءة السؤال العاشر ما هي شروط غرفة التزاوج او الانتاج لطائر الكناري بسم الله ما شاء الله اللهم ارزقنا واياكم احبتي في الله والله يبارك لنا ولكم طبعا تكون غرفة او مكان معزول جيد التهوية والافضل وجود شفاطات هواء لتغيير الهواء بالمكان مثل تايمر او منظم اوتوماتيكي للتحكم بدرجات الاضاءة واغلاقها وفتحها بدون تدخل المربي ولها نافذة لدخول اشعة الشمس وفيها مصدر لتبريد الهواء يعني مثلا مكيف وهذا في الدول ذات الحرارة المرتفعة ولها باب رداد يغلق لمنع دخول الحشرات والحيوانات الضارة لها السؤال الحادي عشر كيف انظم الاضاءة والتغذية لطيور طوال الموسم طبعا انا افضل بقاء الاضاءة طبيعية ويكون الليل ليل والنهار نهار والسؤال الثاني عشر هل يمر طائر الكناري طوال فترات العام بامور معينة ام ان حياته السنوية غير متغيرة نعم حيات طائر الكناري السنوية تومر باربع مراحل وهي القلش يعني غير الريش والراحة والتجهيز والتزاوج والى هنا اكون قد انتهيت من الجزء الاول للاسئلة الشائعة حول تربية طائر الكناري وانتظرونا ان شاء الله في الجزء الثاني في فيديو جديد لبقية الاسئلة والاجابة عليها باذن الله تعالى واتمنى من الله العلي القدير ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومات بشكل صحيح وبمعاني واضحة ولا تبخلوا علينا بطعليقاتكم المفيدة والله الموفق للجميع ولا تنسوا الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك جميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا بالوصف اسفل الفيديو واذا كان لديكم اي سؤال او استفسار يمكنكم ولوه في تعليق اسفل الفيديو وسوف يتم الرد عليكم سريعا ان شاء الله ولا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى يصل اليكم كل ما هو جديد ولا تنسونا من صالح دعائكم دمتم في حفظ الله تعالى ورعيته وشكرا لكم لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته